اشتركوا في القناة ألم بكم أحبتي من جديد مازلنا مع قناة تفسير الأحلام أخيكم إسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا أيها الإخوة الكرام مازلنا مع سلسلة الأدعاء المباركة والمعلومات الدينية القيمة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم ونهارض العنوان مميز ثلاثة أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة لعظمها أو لعظماتها في ثلاث أعمال ما بيدخلوش في الموازين ربك سبحانه وتعالى هو اللي بيحاشي بعدها أنت متخيل؟ ده أنا أعزكر لك آيات شو بعض الناس يقول لك الشيخ بيقول كلام من عنده أول حاجة العفو عن الناس لم يحدد ربنا يا تبارك وتعالى الأجر قال تعالى أنا أتكلم بالدليل فمن عفى وأصلح فأجروه على مين فأجروه على الله لا تدون يوم القيامة منك لربنا على طول وعلموا كما قال علماء الدين وعلماء الشرع أن الله تبارك وتعالى حينما يبهم الأجر يعني ما يقولش عليه هذا أجر لن تتوقعه يبقى أول حاجة العفو عن الناس اتنين الصبر لم يحدد الأجر قال تعالى بالدليل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تلاتة الصيام والحديث مشهور لم يحدد فيه ربنا تبارك وتعالى الأجر كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وينادي منادي يوم القيامة أين الذين أجرهم على الله فيقبل الصابرون والصائمون والعافون عن الناس جعلنا الله وإياكم ممن ينادي أو ينادى عليهم بهذا النداء قلوا أمين اللهم أمين تظلونا باللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته